السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة على القناة أخر مرة غيرت التبريد في جهازك كم من إمتى؟ حط قدامك الصورة دي وارجع في تكر معايا تاريخ طويل من تطور المعالجات الرسومية والمركزية هل عمرك فكرت في يوم أنك ممكن تحتاج تغير مروحة كرت الشاشة؟ أعتقد مستحيل حتى لو عاش سنين طويلة وبدأ يسخن جامد مجرد بس هتغير المعجون ويرجع يشتغل كويس معاك إنما السيمي يوبي يواجه كمية تحديات لا نهائية الشركة مضطرة ضاعف عدد الدواير كل سنتين في نفس المساحة الديقة ومع تكنولوجيا من سريعة التطور بالتحديات الراغنة كتير من العقبات قدت بالمصنع لرفع تي دي بي المحتمل وإشارة من بعيد إن المعالج بتاعي ما ينفعلوش مروحة صغيرة جي وقت تركيب المبرد لجهازك مبدئيا التبريد بينقسم لنوعين الخيار السلبي والخالي من المراوح مجرد هي تسنك من الألمونيوم ونحاس بأحجام وأشكال مختلفة وأحيانا تقنيات خاصة عشان تسحى بالسخونة البرة والهوى المحيط يتكفل بباقي المهمة صحيح بيتميز بالهدوء الشديد وعدم استلاك الطاقة والتمن الأقل بس بيحتاج ديزاين معقد وفي بعض الأحيان تقليل سرعة وفولت المعالج عشان يكافئ التبريد المستخدم كروت الشاشة القديمة قوي ما كانتش بتطلع حرارة عالية بالتالي الباسف كولينج فضل مستخدم في الكروت لمدة طويلة لحد ما انتقنى للنوع التاني أو التبريد الفعال هو عبارة عن هيت سينك برضو بس بمصار هوا محكم عن طريق مروحة أحيانا بنضيف حاجات تانية زي رادياتير وسائل ومضخة بس ده في الخيارات الاحترافية أكتر القصة متنتهيش هنا بس معظمكم مش هيتعرض لأنواع أكتر فخلونا نكمل الفيديو على هذا الأساس لو تجمعت قائمة على معالج رخيص أو متوسط فدايما هتشوف معاه مروحة مدمجة في العلبة أي نعم حجمها صغير بس كافية جدا لإستخدامك ومش هتحتاج تطور تماما نبدأ بإنتل المروحة عليها نمط جاهز من المعجون الحراري كل اللي عليك تنزل بيها بشكل عمودي فوق البروسيسور واستعد لأكتر خطوة رخمة إنتل بتستخدم أربع قواعد من أربع جناب عشان يسبتوا المروحة انت محتاج تضغط على كل جنب منهم بشكل منفصل وبطريقة إكس دلوقتي لو انت بدأت باللي فوق على الليمين يبقى هروح بعدها لتحت على الشمال بامشي بشكل قطري لمنع أي حمل مضر بالسي بي يو لما تضغط على كل جنب هينزل لتحت ويعدي من خرم صغير كل الباقي إنك تثبت القواعد الموضوع بسيط هتلاقي سهم صغير مرسوم عليه لف كل قاعدة في اتجاه السهم وبعدها المروحة هتتثبت عشان أكون صريح الموضوع مسهل لو بتعمله للمرة الأولى ممكن يثبت معاك قوي وممكن في نفس الوقت يعذبك بصراحة مش عارف ليه أنت لحد النهاردة متمسكة بالنظام ده المهم كده انت ركبت التبريد خلاص بقى توصيل الباور أي مروحة بيجي معاها كابل صغير بنسميه فان هيدر مروحة المعالج لازم توصلها على مدخل سي بي يو فان اوعى تفكر في أي حاجة تانية طيب إيه السبب؟ دلوقتي نفرد المروحة ماتت لأي عامل مع الزمن أنت محتاج الجهاز ينبهك أو يفصل لوحده ده مش هيحصل إلا مع السي بي يو فان بعد ما تخلص هتلاحظ الأسلاك دايرة لفوق فممكن تجمعهم مع بعض ودخلهم في جنب المروحة وهنا انتل عاملة مكان مخصوص لتنظيم الكابلات ننتقل لرايزن نفس الكلام بينطبق هنا بس إيه دي مهتمة شوية بالمروحة عن انتل مبدئيا هتلاحظ حجم الهيد سينك أكبر شوية والمروحة خامتها أنضف على أساس أنك ممكن تكسر السرعة حاجة بسيطة فيفضل مأدي معاك وكمان لأن بعض معالجات رايزن بيوصل عليها الفولت القيم عالية في وجود البرسيشن بوست مش بس كده انت كل ما تعلم الموديلات لفوق هتلاقي نوع تبريد أفضل عشان يواجبوا المتطلبات هيد سينك أكبر وشوية RGB وجمليات برضو كلهم جايين بمعجون حراري جاهز فانت مش محتاج تتعب نفسك أول حاجة هتشوف براكتين من البلاستيك مربوطين حوالين البروسيسور فك المسامير بسهولة وامسك الباك بليت من وراء عشان ما يقعش منك انزل بالمروحة فوق البروسيسور بنفس الوضع العمودي هتلاقي مسامير المبرد رجبة في خروم الباك بليت مجرد تلف بالمفاك وانتهى الأمر على كده بسيط جدا وسهل والكابل يروح على طول على الـ CPU فان هل كده انتهينا؟ لأ الأمر يعتمد على نوع البروسيسور شركة AMD عندها الثلاث أنواع مراوح الريس ستيلس ودي أسهلهم ودي اللي أنا شرحتها من شوية الأعلى منها هي الريس سباير نفس خطوات التركيب بالزب بس فرق حاجة واحدة المروحة بتنور بحلقة من الـ RGB فلازم نديله باور فيه كابل صغير كده بييجي في علبة المروحة طرف منه يدخل في جسم الكولر والطرف الثاني على أي راس RGB عادي في البوردة يبقى في حاجات لازم تاخد بالك منها قبل ما تشتري لو أنت جاي ببروسيسور رايزن بمبرد سباير في العلبة لازم بردتك تبقى داعمة للـ RGB لو عايز تستفيد بالإضاءة الجميلة آخرهم وأعلاهم هو الريس بريزم ده أكبر سطح تبريد وفي نفس الوقت أجمل RGB بس طريقته مختلفة تماما انت هنا مش هتشيل البراكت البلاستيك ولا أي حاجة لا انزل فوق البروسيسور بوضع عمودي برضو فيك لبسات صغيرة اسحابها لبرة ودخلها في الخطة في البلاستيك جنبها الناحية الأولى سهلة جدا بس الثانية هتاخد منك شوية قوة بعد ما تخلص هتلاقي درع الحماية من الجنب اسحابه 180 درجة الورى وتبقى المهمة انتهت وأخيرا هتوصل كابل المروحة والـ RGB زي ما عملنا في اللي فاته بس زي ما قلت في أول الفيديو المعالجات المركزية بتواجه تحديات قوية مع رفع الإمكانيات وزيادة الدوائر ولو انت ماسك حاجة هاي اندى قوي مش هتلاقي مروحة في العلبة ده ينطبق على كل معالجات انتل القابلة لكسر السرعة بالإضافة لكل فئة اكستريم وسريد ريبر مش بس كده مثلا رايزين 7 2700 اكس مع مروحة في العلبة بس ايه مدي بتقولك دي مجرد تمشية حال والأفضل تجيب له تبريب منفصل السؤال اللي يطرح نفسه العلم اللي أنا فتحته على نفسي هنا ايه مدى مقدرتي على التحكم فيه مع وجود الاف المبردات الاحترافية وطرق تركيب لا متناهية فعلا الموضوع بيكون رخم شوية بس انا اقدر ارسم لك خط عريض من القواعد وانت هتعرف تكمل الباقي بسهولة خلونا نقف لحد هنا دلوقتي ونكمل باقي التفاصيل الحلقة الجاية كالعادة ما تنسوش اللايك والشير وتسيب لي رأيك تحت في الكومنتات وتقدر تتابعنا على السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن اشوفكم بإذن الله حلقة جديدة سليم